مع البرازيل ببطولة عشان نتأهل بإذن الله يا رب إن شاء الله تعالوا بقى نروح ليه شمال سينة لأن اليومين دول بتحصل حاجات حلوة كتير في شمال سينة مظاهر كتير وملامح كتير بالتنمية والاهتمام من الدولة بهذه المنطقة العزيزة من أرض مصر الحبيبة امبارح أطلق الدكتور أشرب صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مارثن الرياضة من أجل التنمية من أمام مركز شباب المساعد في مدينة العريش في محافظة شمال سينة وطبعا شارك في هذا المارثن 3 ألاف مشارك من النشق والشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية من أبناء سيناء وطبعا لمسافة 2 كم بدءا من مركز شباب المساعد لغاية قرية سماء العريش طبعا ده بيحصل ضمن اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بفكرة نشر ثقافة الممارسة الرياضية على مستوى جميع المحافظات الجمهورية من خلال المارثونات والأنشطة الرياضية المختلفة برضو سعيا لجعل حياتنا أو اسطوب حياتنا أكتر صحية فدي كلها مجهودات مشكورة أكيد هيبقى لها الهنكسات طيبة وفكرة أن أنت بتلمي طوبة في المياه الرجدة على أصعيدة محافظات كانت يمكن بعيدة شوية عن أن تقام فيها فعاليات أي أنشطة الرياضية أو حتى غير الرياضية والله في أغلب الأحيان فلما حاجة زي كده تحصل دي حاجة تسعد وتفرح وتطمنا كمان على اللي جاي إن شاء الله الفكرة لما أنت بتطلع برضو يعني من الفكر المركزية واللا مركزية والتركيز أكتر على اللا مركزية وأن أنا أبتدأ أتوغل أكتر في المحافظات المختلفة لأن إحنا كنا يعني منصب التركيز أكتر لو إحنا هنتكلم بمنطقة الصراحة والشفافية على المحافظات يعني اللي هي الكبرى يعني تلاقي مثلا من محافظة القاهرة تلاقي الجيزة تلاقي إسكندرية اللي هي المحافظات الكبرى في مصر لكن المهم كمان أن أنت بتيجي تعمل تنمية أو تركز أو عايز أن أنت تعمل تنشر الثقافة معينة ركز علىها بالعكس بعد أنت مش تركز على اللي هي المحافظات دي روح للمحافظات مش حول مهملة طبعا أو مهماشة بس اللي هي أقل حظا خلينا نقولها بعد الشكل أقل حظا في فكرة الاهتمام فإنت دلوقتي بتروح للأماكن المختلفة والنبوع المختلفة والمحافظات المختلفة والأحياء المختلفة اللي هم بالنسبة لهم دي بالنسبة لهم فرصة زي ممكننا من التكلم عن المشروع البطل القومي وفكرة أن أنا أنزل الأماكن اللي هي بيطلق عليها ما عندهمش فرصة أو الأماكن اللي هي مش أقل حظا بس يمكن تكون معدومة فأنا بروح وأنا اللي بعمل اللي هي زي الكشافة سكاوتينج بروح أنا اللي بدور وبروح بشوف كل رياضة كانت عشان بعد كده الناس دي تيجي تلعب باسم بلدي وعلى كده الناس دي تجيب لي أولمبيات وتشارك في الأولمبيات وتجيب لي ميدليات دهبية وغيره وعلى فكرة المشروع ده بقاله فترة طويلة جدا وشغالين عليه دلوقتي وإن شاء الله قريب حنلاقي ثماره فدي مهمة جدا ومع ده لازم يكون فيه بيئة يعني صلحة اللي أنت يبقى عندك فيها أبطال بيقدروا أن هم يلعبوا هم مرتحين وبيقدروا كمان هم يحصلوا على كل الإمكانيات اللي هم بيطلبوها لأننا لو بيئة طردة للأبطال وأنا مش أتكلم عن أسماء على فكرة مع أنه فيه لسه حدث أخير حاصل مش أتكلم في الملابسات الدولاتي لما يتضح أو تتضح الصورة بشكل كامل لكن لو بقى عندك أبطال ولهم اسم كبير وإنت كاتحاد بتعمل لهم أزمات فدي مشكلة كبيرة لما يبقى عندي بطل بيمثل مصر وبيجيب بطولات وميدليات وبيعاني من الاتحاد بتاعه ده أزمة أكبر للأسف ده لسه موجود أنا ما بعرفش أستوعي بالحاجات دي لا 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 موجودة كريم موجودة أبس أن أقولك فكرة أن أنت تستوعي بيها لأن هي عكس المنطق أصلا ده الاتحاد موجود لتزليل أي عقبة ويوقفوا جنب اللعيبة بتحمل اللي بيشرفوهم وبيشرفوا بالتالي البلد في محافل مختلفة ففكرة أن أنت مش قادر تساعد طب تعال نشوف المشكلة فيه عندك نقص في الإمكانيات في الموارد نشوف إيه اللي ممكن نشتغل عليه عشان نحل المعضلة دي فبالتالي يبقى فيه نعكسات طيبة لهذا الأمر على اللعيبة يبقى فيه معسكراتي يبقى فيه معداتي يبقى فيه بدلات كنت أنت لسه بارح بنتكلم مع الريف اللي كان موجود معنا رئيس اتحاد السلاح بالضبط كده وكونوا منقول أن في كتير من الرياضات طبعا نهيكم عن أن مصر برضو استكمالا لكلامنا هوند مصر مليانة مواهب مدفونة تأكدوا أن بلدك دي يعني فيها مليون محمد صلاح محدش يعرف عنه حاجة في القرى والكفور والنجوع والأماكن اللي محدش يعني واخد باله منها موجود محمد صلاح نفسه يا كريم ده في كل الرياضات صحيح ما هي دي النقطة أن أنت علشان توصل لازم بتتحارب بشكل كبير جدا إحنا نتمنى وده في العالم كله بالمناسبة بس نتمنى لو حتكلم على فئة الرياضيين تحديدا إحنا مش عايزينهم يحاربوا ومش عايزينهم يعانوا ومش عايزينهم يبقى فيه عندهم أي مشكلة لأن كلنا في الآخر بنبقى مصلحتنا أن هذا الشخص أو هذا البطل أنه هو يمثلك فيه بعد كده أولمبيات ومحافل دولية ويجيب مداليا لمصر كلنا هنبقى نجحنا أنت كاتحاد هتبقى نجحت أنا كجماهير هنبقى نجحت المنظومة كلها على الرياضية هتبقى نجحت فهي ومش لمصلحة حد أنه هو يعرق النجاح أو يعمل أزمة لأي لعب أو أي بطل رياضي على فكرة يعني برضو مش هخش في التفاصيل ونرجع بعدها نشتكي بقى من إيه من أني قولك اللاعب الفلاني ساب البلد كلها ومش عارفه راح فينه ومش عارف مين كان في المعسكر في أي دولة إيه وتخلف عنه يعني الحاجات اللي بتدايقنا كلنا واللي على فكرة يعني يعني اللي بيحصل ده مش صح الاعتبارات كتير اللي بيحصل ده مش صح وتالي ونرجع ونقول لازم يكون فيه منطق عام بيحكم الأمور أي اتحاد عنده مشكلة معينة لازم المشاكل دي تتحل بالتنصيق مع الجهات المعنية ولا سيامة وزارة الشباب والرياضة ولا سيامة رئاسة الجمهورية الشخصية لأن احنا في كتير من الأحيان بنستنى لما يكون فيه قرار سيادي يخص أي أمر من الأمور عشان نبتدي ناخد بالنا منه ونشتغل عليه طب ما كمل أول بص بقى خلينا في الأخبار الحلوة ونروح ليه السلاح بما احنا ذكرنا السلاح نتكلم كمان عن السلاح وانتخبنا اللي مشرفنا بصراحة واللي بيواطل كمان هنا التقلق في اليوم التاني من بطولة إفريقيا للسلاح للكبار احنا منتكلم هنا فردي وكمان هي مقامة في مصر خلال الفترة من 19 ل 23 طبعا هذا الشهر الجاري وفيه سيطرة كبيرة جدا من اللعيبة بتاعتنا على منصات التتويج استطاعوا كمان أن هم يفوزوا بأربع ميديليات من أصل تمال ميديليات يعني بواقع كمان ذهبية وفدية برونزيتين فده في حد ذاته طبعا يعني أداء محترم زي ما بتقال سوفار لحد دلوقتي وتوج تحديدا لو هنتكلم كمان عن بعض اللعيبة زياد السيسي بذهبية سلاح السيف بعد فوزه على الماطن وبقى بص يعني هو اتنين تنافس مصري أدهم معتز فكمان الميدالية البرونزية كانت من نصيب الاتنين المصريين محمد عامر والبرونزية التانية كانت من نصيب آية حسين في منافسات هنا بنتكلم فردي السلاح فأداء محترم حتى هذه اللحظة ولو هنتكلم برضو كده يعني ارتفعت حصيلة المصريين أو المنتخب عندنا خلال اليومين لتسع ميداليات بواقع ثلاثة ذهبية ومثلون فيديات ضفة لثلاثة برونزيات فبجد نتيجة رائعة جدا حتى هذه اللحظة كنا لسه بنتكلم من بارح مع رئيس اتحاد السلاح وقلنا له احنا مستبشرين خيرا ان شاء الله ان انتوا في باريس عشرين اربعة عشرين يبقى فيه نتائج مختلفة يبقى عندي بقى مش اسم واحد أو اثنين لأ اسماء كتيرة موجودة وذهبيات كمان كتيرة للا لان انت عامل طفرة في هذه الرياضة تحديدا وحسب كلام برضو رئيس الاتحاد معنا مبارح طبعا اللي نورنا ان هما ما عندهمش اي ازمات وما عندهمش اي مشكلات وان هما يا كريم لو انت فاكر كلام وقالك مبارح احنا بنشتغل على باريس من بعد انتهاء توكيو وده شغل محترم على فكرة هي دي النقطة انا مش بجهز قبلها بسنة ولا قبلها بكم شهر انا لازم يكون عندي كل الدول بتعمل ده على فكرة هي مش ماشي يا بالبركة يعني لو ماشي بالبركة يعني مش هتمشي يعني ربنا طبعا بيكرموا كل حاجة بس لازم مع نحنا نعتمد على ربنا ونسيبه على الله وتوفيق ربنا لازم يكون عندي خطة خطة ماشي عليها النظام والتنظيم مهم جدا يعني اللي بيكتهد واللي بيسعى ربنا بيكافؤ في الاخير هي دي النقطة